بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد أولا المقدمة وهي خمسة أبواب كتاب التوحيد لماذا لم يذكر مقدمة لهذا الكتاب أولا سقطت المقدمة من بعض النساخ فقد وجدت في بعض النسخ البسملة والحمدله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا اكتفى بالترجمة لأنها عنوان على موضوع الكتاب وهو التوحيد ثالثا تأسيا منه بالإمام البخاري رحمه الله حيث لم يقدم لكتابه وأراد أن يعلق الناس بالقرآن والسنة رابعا الأبواب الخمسة الأولى من الكتاب هي بمثابة مقدمة تعريف التوحيد التوحيد لغة مصدر وحد الشيء إذا جعله واحدا وشرعا إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات أولا توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير أو إفراد الله تعالى بأفعاله ثانيا توحيد الألوهية العبودية هو إفراد الله تعالى بالعبادة أو بأفعال العباد ثالثا توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله تعالى بما سمى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل الأعمال لا تقبل إلا بالتوحيد وخلقنا لنوحد والجنة لا يدخلها إلا موحد وهو دعوة الأنبياء عليهم السلام وتحقيقه مانع من الوقوع في الشرك وهو سبب لتكثير الحسنات العبادة تطلق على شيئين أولا العامل التعبد بمعنى التذلل لله بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما ثانيا العمل المتعبد به فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وهو قول ابن تيمية رحمه الله أولا باب وجوب التوحيد لم يبوّب المصنف رحمه الله لهذا الباب ليعلق الناس بالكتاب والسنة والأدلة التي ذكرها تدل على وجوب التوحيد فيمكن أن نسميه باب وجوب التوحيد الدليل الأول وقول الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ليعبدون أي ليوحدون أو يتذللون لي بالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور كل عبادة في القرآن معناها التوحيد وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما معنى الآية ما خلقت الجن والإنس لأي شيء إلا للعبادة الدليل الثاني وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذه الآية مؤكدة بثلاث مؤكدات أولا القسم المقدر ثانيا اللام ثالثا قد الآية فيها إجماع الرسل عليهم السلام على الدعوة إلى التوحيد وأن الله تعالى إنما أرسلهم لأجله تطلق الأمة في القرآن على أربعة معان الأول الطائفة كما في هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ثانيا الإمام كما في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ثالثا الملة كما في قوله تعالى بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة رابعا الزمن كما في قوله تعالى وقال الذي نجى منهما وادكر بعد أمة واجتنبوا الطاغوت أي ابتعدوا عنه بأن تكونوا في جانب وهو في جانب وأجمع ما قيل في تعريفه هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله بأنه ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع ومراده من كان راضيا بذلك فالمتبوع مثل الكهان والسحرة وعلماء السوء والمعبود مثل الأصنام والمطاع مثل الأمراء الخارجين عن طاعة الله دلالة الآية على التوحيد أن الأصنام من الطواغيت التي تعبد من دون الله التوحيد لا يتم إلا بركنين هما النفي والإثبات إذ النفي المحض تعطيل المحض والإثبات المحض لا يمنع من المشاركة مثال ذلك زيد قائم يدل على ثبوت القيام لزيد لكن لا يدل على انفراده به ولم يقم أحد هذا نفي محض أما لم يقم إلا زيد فهذا توحيد له في القيام لأنه اجتمل على إثبات ونفي الحكمة من إرسال الرسل أولا إقامة الحجة قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ثانيا الرحمة قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثالثا بيان الطريق الموصل إلى الله الدليل الثالث وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ألا تعبدوا إلا إياه هذا هو التوحيد لتضمنه للنفي والإثبات قضاء الله ينقسم إلى قسمين أولا قضاء شرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله يجوز وقوعه وعدمه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فتكون قضاء بمعنى شرع أو وصى ثانيا قضاء كوني يكون فيما أحبه الله وفيما لا يحبه لا بد من وقوعه قال تعالى وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ وَالْفَسَادُ لَا يَشْرَعُهُ اللَّهُ وَلَا يُحِبُّهُ كَيْفَ يَقْضِ اللَّهُ مَا لَا يُحِبُّهُ المحبوب لغيره قد يكون مكروها لذاته ولكن يحب لما فيه من الحكمة والمصلحة فيكون حينئذ محبوبا من وجه مكروها من وجه آخر مثال ذلك الفساد في الأرض من بني إسرائيل في حد ذاته مكروه إلى الله لأن الله لا يحب الفساد ولا المفسدين ولكن للحكمة التي يتضمنها يكون بها محبوبا إلى الله من وجه آخر ومن ذلك القحط والجدب والمرض والفقر المحبوب ينقسم إلى قسمين أولا محبوب لذاته وهو الله ثانيا محبوب لغيره كالدواء محبوب للتداوي تنقسم العبودية إلى ثلاثة أقسام عبودية عامة وهي عبودية الربوبية عبودية القهر وهي لكل الخلق قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا ويدخل في ذلك الكفار عبودية خاصة وهي عبودية الطاعة العامة قال تعالى وعباد الرحمن هؤلاء الرسل في العبودية الدليل الرابع وقوله وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا الآية شيئاً نكرة في سياق النهي فهي تعم كل شيء لا نبياً ولا ملكاً ولا ولياً بل ولا أمراً من أمور الدنيا فلا تجعل الدنيا شريكاً مع الله الدليلان الخامس والسادس وقوله قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا الآيات قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ إلى قوله وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوه الآية الصراط يضاف إلى أولاً يضاف إلى الله لأنه موصل إليه ولأنه هو الذي وضعه لعباده ثانياً يضاف إلى سالكيه لأنهم هم الذين سلكوه والسبيل المنجي واحد لا يتعدد والبقية إنما هي متفرقة تضمنت هذه الآيات عشر وصايا الآية الأولى فيها خمس وصايا أولاً توحيد الله تعالى ثانياً الإحسان بالوالدين ثالثاً لا نقتل أولادنا رابعاً لا نقرب الفواحش خامساً لا نقتل المعصوم إلا بالحق الآية الثانية وفيها أربع وصايا سادساً لا نقرب مال اليتيم وهو من مات أبوه ولم يبلغ إلا بالتي هي أحسن سابعاً أن نعدل إذا قلنا ثامناً أن نوفي الكيل والميزان بالقسط تاسعاً أن نوفي بعهد الله تعالى الآية الثالثة وفيها وصية واحدة عاشراً وأن هذا صراطي في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم خط خطاً مستقيماً فقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطاً عن يمينه وشماله فقال هذه السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه ثم قرأ الآية بعض الفوائد المهمة النفس التي حرم الله أي المعصومة أولاً المسلم ثانياً الذمي وهو الذي يقيم في دولة الإسلام ثالثاً المعاهد وهم الذين بيننا وبينهم عهد رابعاً المستأمن وهو من نعطيه الأمان نحن نرزقكم وإياهم بدأ برزق الوالدين لأن الفقر حاصل لهما وفي سورة الإسراء نحن نرزقهم وإياكم بدأ برزق الأولاد قبل رزق الوالدين فهما غنيان لكن يخشيان الفقر إلا بالحق وهو ما أثبته الشرع أولاً النفس بالنفس ثانياً الثيب الزاني ثالثاً التارك لدينه المفارق للجماعة بلوغ الأشد الذي يكون به التكليف أولاً تمام خمس عشرة سنة ثانياً أو إن بات العانة ثالثاً أو الإنزال وتزيد المرأة بالحيض الوصية بمعنى العهد ولا يكون العهد وصية إلا إذا كان في أمر هام لماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية وصيته صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم لم يوصي أولاً لأنه يرى أن هذه الآيات قد شملت الدين كله وهي آيات عظيمة ثانياً لأنها وصية الله قال تعالى ذلكم وصاكم به والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله الدليل السابع وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين أتدري السؤال للتشويق وليكون أشد حضوراً لقلبه وهذا من حسن التعليم حق العباد على الله حق العباد على الله العباد لم يوجبوا شيئاً بل أوجبه الله على نفسه فضلاً منه أبشر البشارة هي الإخبار بما يسر وقد تستعمل في الإخبار بما يضر لا تبشرهم أي لا تخبرهم وفي الحديث فضيلة التوحيد وأنه مانع من عذاب الله وفيه أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئاً وأن المعاصي تكون مغفورة بتحقيق التوحيد ونهى صلى الله عليه وسلم عن إخبارهم لأن لا يعتمدوا على هذه البشرى دون تحقيق مقتضاها لأن تحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي لأن المعاصي صادرة عن الهوى وهذا نوع من الشرك المسائل هذه المسائل ليست من كتاب التوحيد وضعها المؤلف كالشرح لكتابه وهو أفضل من يشرحه لأنه أعلم بمقصوده فينبغي العناية بها الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس وهي التوحيد لا أن يتمتعوا بالمآكل والمناكح الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه أي بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش فكل عبادة لا تبنى على التوحيد فهي باطلة الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد الرابعة الحكمة في إرسال الرسل وهي عبادة الله وحده واجتناب عبادة الطاغوت الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة أي طائفة السادسة أن دين الأنبياء واحد أصل الدين واحد والشرعة العملية تختلف باختلاف الأمم والأماكن والأزمنة السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت الآية وجعلها كبيرة لأن كثيرا من الناس يجهلها ولا يجوز إطلاق الشرك أو الكفر أو اللعن على من فعل شيئا من ذلك لأن الحكم بذلك في هذه وغيرها له أسباب وله موانع الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله التاسعة عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها ثمانية عشرة مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فَأَحَقُّوا الْحُقُوقَ حَقُّوا اللَّهِ تَعَالَى الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته ولكنه لم يوص بها حقيقة بل أشار إلى أننا إذا تمسكنا بكتاب الله فلن نضل بعده الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا بأن نعبده ولا نشرك به شيئا الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه حق تفضل الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة وذلك أن معاذا أخبر بها خروجا من إثم الكتمان عند موته بعد أن مات كثير من الصحابة وكان صلى الله عليه وسلم يخشى أن يتكلوا ولم يرد صلى الله عليه وسلم كتمها مطلقا لأنه لو أراد ذلك لم يخبر بها معاذا ولا غيره السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة وهذه ليست على إطلاقها السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره وهذه من أحسن الفوائد الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله وكذلك القنوط التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم وهذه تقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأمور الشرعية التي علمها صلى الله عليه وسلم العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة بشرط أن لا يشق عليها الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة الرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل التقسيم والتقعيد للقول المفيد